الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله هذا لقاء جديد وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن كلمة الحق في القرآن الكريم هذه كلمة كلمة القرآن الكريم جاءت في القرآن في أكثر من 285 موضعا وسنتحدث ببعض منها إن شاء الله تعالى ولفظ الحق ورد في القرآن الكريم هو كل موضع له معنى والدلالات خاصة فالحق في القرآن على سبيل المثال الحص فقد جاءت كلمة الحق بمعنى الله سبحانه وتعالى وذلك في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق وجاء بمعنى القرآن الكريم قوله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم سورة الأنعام والقرآن ونحوه في قوله تعالى حتى جاءهم الحق يعني القرآن الكريم في سورة الزغرف 29 وجاء بمعنى الإسلام في ذلك في قوله تعالى وقل جاء الحق سورة الإصراء والقرطبي قال يعني دين الله الإسلام ونحوه قوله سبحانه وليحق الحق للأنفال وجاء بمعنى العدل كقوله تعالى واعلمون أن الله هو الحق المبين سورة النور وقال ابن كثير أن وعده ووعيد وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه ونحوه قوله سبحانه وتعالى فاحكم بيننا بالحق فاقضي بيننا بالحق وجاء بمعنى التوحيد وذلك في قوله تعالى فعلموا أن الحق لله في سورة القصص ابن كثير قال أن لا إله غيره ونحوه قوله سبحانه لا إله له دعوة الحق في سورة الرعب قال ابن عباس رضي الله عنهما أن دعوة الحق لا إله إلا الله وقال التبريء علي عني بالدعوة الحق توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وجاء بمعنى وجوب العذاب على الكافرين من ذلك قوله تعالى ولكن حق القول مني في سورة السجدر أي وجب العذاب مني لهم وجاء بمعنى الذين أدين جاءت بمعنى الدين في الزمة كقوله تعالى وليؤم للذي عليه الحق قال ابن كثير في سورة البقرة قال ابن كثير وليؤم لله المدين على الكاتب ما في زمته من الدين وكقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا في سورة البقرة وجاءت بمعنى الحظ والنصيب في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أي نصيب المقصوم ونحوه قوله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم وقال ابن كثير وقال ابن كثير وجاء بمعنى الحظ والنصيب من ذلك قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سورة الزرياد أي نصيب المقصوم ونحوه قوله سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم سورة المعارب قال ابن كثير أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الاحتجاد وجاء بمعنى الحاجة من ذلك قوله قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أي ليس لنا فيهن حاجة وجاء بمعنى القيامة بأموالها كقوله تعالى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبى سورة النبأ هذه هي المعاني التي جاء عليها لفظ حق في القرآن الكريم وبالبقوف على مدلولات هذا الحظ هذا اللفظ يتبين لنا سعة ذلالتها وسبب اعتناء الكرآن به تبيانا لمفاهيم الإيمان وتثبيتا لأحكام الإسلام وستناول سنتناول إن شاء الله تعالى تفسير هذه المعاني كلمة الحق في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى أقول قول هذا وستغطوا الله لي ولكم تبيانا